اشتركوا في القناة وجعلها في المستويات التي تحقق طموحاته وتطلعاته وخلال اللقاء أكد صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين وطن يحتضن الجميع وشعبه ودود ومضياف ولذا أصبحت المملكة مقصدا للعيش والسياحة والعمل وهذا مبعث للفخر والاعتزاز لا في تنسموه إلى أن الحكومة شرعت في جملة من البشروعات التي تعزز ذلك وتعظم من العناصر الجاذبة في المملكة على مختلف الصعد الاقتصادية والسياحية وحتى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الإعلاء من قيم التواصل والترابط في مجتمع على صعيد الأفراد والعوائل الكريمة والاهتمام بانتقال ذلك عبر الأجيال فهذا التواصل هو الباعث الأساسي لتقوية الوحدة الوطنية التي تمثل دوما السياج الذي يحمي الوطن ويصد عنه الأخطار والنوه سموه بما يتمتع به المواطن البحريني من حب للبذل وسعي للعطاء جعل البحرين تسطر قصص نجاح في العديد من المجالات وما يزيد من الفخر أن هذه القصص سطر حروفها أبناء الوطن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة